أقارب ومعارف عائلة الفتاة مريم ذات الأربعة والعشرين عاماً ما زالوا يتوفدون على منزل والدها لتقديم العزاء بوفاتها فيما يؤكد نوري حمأمين أن ابنته حاولت لأكثر من مرة الوصول بطرق قانونية إلى بريطانيا للالتحاق بخطيبها حالها كحال العديد من الشباب الحالمين بحياة أكثر استقراراً في دولة أوروبية ابنت اختارت هذا الطريق لأنها كانت تأمل بحياة مستقرة في أوروبا ولكن للأسف لم تصل لمبتغاها ولم يتحقق حلمها خطيبها حاول لأكثر من خمسة مرات الوصول إلى هناك بطرق رسمية لكن محاولاتهم لم تنجح وبعدها اضطرت إلى الوصول لفرنسا بطرق رسمية ومكذت هناك ستة أيام قبل أن تغرق في البحر ما تزال غرفتها في منزل العائلة بقضاء سوران شمالي محافظة أربيل على حالها كما تركتها قبل فترة قصيرة تاركة ذكريات مؤلمة لذويها يأتي هذا في وقت يشهد قضاء سوران كحال أكثر مدن الإقليمي هجرة غير مسبوقة للشباب والعائلات باتجاه الدول الأوروبية هرباً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة يجب أن توفر الحكومة فرص عمل وبالأخص للخريجين الجامعيين وإذا لم تتمكن الحكومة من توظيفهم في القطاع العام فيجب أن توفر لهم فرص العمل في القطاعات الأخرى حتى لا يضطروا إلى الهجرة في قضاء سوران هاجر العديد من الشباب وهناك من ينتظر الفرصة المناسبة للهجرة وأعتقد أن الهجرة ليست الحل الوحيد وإنما الحل عند الحكومة في تهيئة الظروف لكي يتمكن الشباب في العثور على فرص عمل لأنهم يريدون بالتالي تكوين عائلات وأن تستقر أوضاعهم وما زالت التحقيقات جارية للتعرف على هويات ضحايا حادثة غرق زورق للمهاجرين غير الشرعيين في بحر مانش نهاية الأسبوع الماضي وفقا لبيان مماثلية حكومة الإقليم في فرنسا والسفارة العراقية وأشار البيان إلى أن أغلب ضحايا من أهالي إقليم كردستان هذا وتشير أرقام المنظمات المعنية بهجرة الشباب إلى أوروبا في إقليم كردستان بفقدان 38 شخصا العام الجاري خلال محاولتهم السفر إلى أوروبا حادثة غرق الشابة مريم في طريق الهجرة غير القانونية إلى بريطانيا أعادت فتح ملف مواصلة هجرة الشباب من إقليم كردستان والعراق ولتضع حكومتي المركز والإقليم أمام مسؤوليتهما بإيجاد حلول لوقف الهجرة وإنهاء أسبابها من قضاء سوران بأربيل عبد الحميد زيباري الحرة ترجمة نانسي قنقر